بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا فيكم في درسنا الحادي والعشرين في تعليم اللغة التركية درس اليوم يعتمد كثير على الدروس السابقة أي أحد ما أتمكن من الدرس السبعة عشر إلى الدرس العشرين أتمنى أنه هو يعني المصلحة الشخصية أنه هو يروح يتمكن من هذا الدروس بعدين يشوف درس اليوم اليوم إن شاء الله حيكون عندنا بعض الكلمات وحنكمل في الامبراتف وحنأخذ النيغاتف في امبراتف وحنأخذ الابلاتف كيس وحنلخص هذول الحالات الأسماء هذي كلها حنلخصها إن شاء الله في جدول وحنأخذ عندنا بعض الأمثلة على هذا الكلام كله طيب بسم الله نبدأ قزتي يعني نيوز بيبر أو جريدة قزتي مسدا يعني the newspaper is on the table أو الجريدة على المعصة هنم كرو إش هذي كلها يعني زوجة أو وايف كرو من أدو آيتن يعني my wife's name is آيتن زوجتي اسمها آيتن ممكن نقول هنم من أدو آيتن وممكن نقول إش من أدو آيتن طيب بي كوجا إش يعني زوج أو حسبند كوجا نوز شمدي نريده يعني where is your husband now أو فين زوجك الآن طبعا هذي الجملة واضحة إنها هي مواجهة إلى أنت ممكن نقول بي نز شمدي نريده وممكن نقول إش نز شمدي نريده طيب مكتب يعني letter أو رسالة النينة مكتب ياز يعني write a letter to your mom أو أكتب رسالة لأمك أنا قاعد أكلم واحد طيب سجارة يعني سجارة أو cigarette يعني there is a cigarette in the man's hand يوجد سجارة في يد الرجل طيب أتش ماك يعني to open أو للفتح كابو يو أتش open the door أفتح الباب بول ماك to find تشانتمو بول يعني find my bag أو أوجد شانطتي تشالش ماك to work أو للعمل درس تشالش يعني study listen بكلمك يعني to wait أو للانتظار بوردى أو توبس بكلي يعني wait the bus here wait for the bus here أو انتظر الباس هنا خلونا نتذكر إحنا إش أخذنا قبل كذا أخذنا الdirectional suffix وقلنا لما نقول بورا يا أقل يعني come here تعال هنا bana back look at me انظر إلي if you get يعني go home وقلنا إنه إذا انتهت الكلمة بحرف علة حتصير ya ويا طيب اليوم حيكون عندنا حالة النصب بمعنى add the suffix e u u when the noun is the object of a sentence بمعنى إذا كان الاسم اللي إحنا رح نضف له السفق سادر اللي باللون الأزرق هو الأبجيكت أو خلينا نقول غالبا غالبا المفعول به وأنا ماني متأكد من الشيء هذا حنضيف عليه السفكس هذا طيب at يعني atu at تصير atu cuz تصير kuzu atu 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 طبعا نتبع الفاول هارموني في الموضوع هذا حنضيف كمان حرف الي إذا كانت الكلمة تنتهي بحرف علا زي كلمة kapoo kapuyu pahche pahche ye bardak bardau kitab kitabu طبعا كلمة bardak عشان حرف الكي ساري ومشق هذي سرحناها أول طيب when the accusative case is used with personal pronoun لما تدخل حالة النصب هذه على أو المفعول على الطمائر الشخصية ban تصير benny son sinny ou unu biz busy siz sizy unlar تصير unlaru وهذه ترجمتها اللي هي me و you him and her and us and you and them طيب خلونا نشوف الأمثلة على هذا الكلام topu all take the ball خذ الكرة autobusu bekle wait for the bus انتظر الباس kotu yu aç open the box افتح الصندوق mektubu yaz write the letter اكتب الرسالة mini bekle wait for me انتظرني onu gor يعني see her او شوفها طبعا نحن نتكلم على واحد طيب the buffer in is used between the possessed suffix u and the accusative suffix u وهنا تجي الصعوبة في الموضوع خلونا نشوف المثال هذا odanun kaposunu aç الآن السوفيكس اللي دخل على كلمة odanun اللي هي النون هذي اللي بلون الأزرق دخلت عشان الملكية في كلمة kapo الس دخلت عشان الملكية بس النو دخلت عشان حالة النصر احنا لو كانت الكلمة ما تنتهي عندنا بحرف إلا اللي هي حرف ال او في كلمة كبو كنا حنضيف السوفيكس اللي هو ال او وبدون الس لكن الس هذا استخدمناه ك ك buffer letter ونفس الحكاية حرف النه فتسير الجملة كلها odanun kaposunu aç يعني open the door of the room احنا شفنا اول لما احنا ما بدنا نتكلم عن حالة النصب لما نبغي نقول بس the door of the room حنقول odanun kaposunu بس نحين لا بس الان في وضع زي هذا اذا احنا كنا نبغي نوجه هالكلام او نخلي باب الغرفة في حالة نصب او هو المفعول به حنقول odanun kaposunu aç طيب مثال ثاني odanun miktobunu oku يعني read his letter او اقرار رسالة salonun pengeresini kapat يعني shut the window of the hall او اكفل النافذة حقه الصالون طيب خلونا نشوف negative من هذه القواعد اللي احنا اخذناها اللي هي حالة النصب negative imperatives is used to tell someone not to do something add the negative suffix may وما to the root verb اذا احنا بدنا نقول لشخص انه ما يسوي الشيء هذا ما نبغي يسوي او نبغي العكس نضيف الما والم ناخد مثال باك يعني look او ينظر باكما يعني don't look لا تنظر قل يعني come قلمة يعني don't come لا تيجي بانا باكما يعني don't look at me لا تنظر الي باكما يعني don't come to here او لا تيجي هنا يعني don't go to his house لا تروح لمنزل بني بكلمة يعني don't wait for me لا تنتظرني طيب حنكمل في negative imperatives باكما باكما يعني don't open the garden door لا تفتح باب الحديقة نلاحظ انو السفكس السو والنو برضو دخلت في negative وفي البوزيتف ونن مكتبنو اكما يعني don't read his letter لا تقرأ رسالته او رسالتها بابنن سيجارة سنو اتشمي يعني don't drink your father's cigarette لا تشرب سجارة والدك حنوجه الكلام على واحد باترونن سنداليا سنة اترمى يعني don't sit on the boss's chair لا تجلس على كرسي مديرك طيب خلونا نشوف الابلاتف كيس اللي هي حالة الجر وهذه حنخش في تفاصيلها ان شاء الله الابلاتف سفكس than or than is used to talk about leaving or taking يعني انو يا واحد بده ياخد او يترك بالعربي هي أوضح منها بالانجليزي طبعا هي في الانجليزي توازي كلمة from بس بالعربي من لما نقول adam رجل adam done from the man يعني من الرجل طيب if if then يعني from the house أو من المنزل if the noun ends with واحدة من الحروف هذي اللي هي الشي والفي واله والك والبي والس والشي والت the ablative suffix becomes than or ten نفس الحكاية اللي شفناها أول يتك يتك than from the bed من السرير otobus otobustan from the bus طيب عشان أبسط المعلومة هذي كلها أجمل كلمة في الوجود هي الله في اللغة التركية لما نبدي أقول من الله أقول الله يعني من الله يعني مثلا ممكن أقول هذا الشي من الله أو مثلا هذا الخير من الله أو هذا النعمة من الله هم يستخدموا هذا الاستخدام الله طيب نكمل في الابلative case when adding the ablative suffix to compound noun n is inserted احنا أخذنا قبل كذا الأسماء المركبة لما نبغى نحط الدان والدن على الأسماء المركبة نفصل بينهم بحرف الني مثال على هذا الكلام يتك ودسون دان يعني from the bedroom بوز دولبون دان from the refrigerator من الثلاجة الدان والدن with personal pronoun خلونا نشوفها لما تدخل على الضمائر الشخصية لما نقول بندان يعني from me أو مني send them from you منك undone يعني from him أو from her أو from it منه أو منها أو من حتى جماد this done يعني from us أو مننا this done from you منكم جمع undone يعني منهم جماعة بس بنتكلم عنهم طيب نكمل في الابلative case لما نقول if then get يعني go from the house اذهب من المنزل بنجرة دان بنا باك يعني look at me from the window أو أنظر إلي من النافذة راديو دان دين يعني listen from the radio أسمع من الراديو كتب stand back look from the bus أو طالع ناظر من الباس كتاب يعني take the books from me خذ مني الكتب بحط كاب صند قال come from the garden door أو تعال من باب الحديقة الآن حنشوف السمري of the noun cases إحنا لو راجعناها مع بعض حنلاقي إنو إحنا أخذنا في البداية directional وأخذنا accusative وأخذنا locative والapplative والpossessive السفكس موجودة في الدروس الماضية أنا سأتل لها بس highlight بالنسبة آخر آخر الكلمات موجودة يعني تشوفها باللون الأسود الغامك أتمنى إنو هذا يعني هذا السلايد تسهل فهم المعلومة يعني بشكل أسرع طيب حنأخذ في الأخير بعض الأمثلة بورسو بير بحتي بحتي يقل بحتي بول بحتي دي نيفار بحتي دن باك بحتي نن كبسو نري دي في هذه الستة الأمثلة إحنا تقريبا حطينا كل الحاجات أو حق النون في هذه الستة الأمثلة أتمنى أن الدرس بحاجة على رضاكم كان سهل إن شاء الله أقول لكم إياك شملر اللحا إمانة ترجمة نانسي قنقر